اشتركوا في القناة احزاب قوى ميليشيات كلهم رؤساء حكومات رؤساء برلمان كل هذه القوى التي في العملية السياسية طوال الفترة الماضية طوال هذه السنوات التي شهدت نزوح العراقيين الى معسكرات النزوح ومعاناتهم كل هذه القوى لم تتدخلت جهدا في الكذب على العراقيين وفي تصوير الحال غير الحقيقة حاولت رسم صورة مزيفة لواقع مر وواقع مؤلم جدا وتقديم الدعاءات ليس لها اي وجود ومنها وزيرة الهجرة وزيرة في حكومة السوداني وزيرة الهجرة قبل فترة قبل فترة كانت تتحدث قالت انه يعني ادعت اعادة النازحين القريبين من اسكندرية في قرى الاسكندرية عادوا الى ماكنهم وبيوتهم ومزارعهم وهذه قريبة من جرف الصخر وعادوا الى جرف الصخر كانت تحدث بهذه الطريقة واقع الحال انه كل القصة كاذبة قصة ليس لها اي وجود على ارض الواقع ما زالت جرف الصخر بيد الميليشيات وما زال ماحد يقدر يدخلها وريس البرلمان السابق وكثير من المسؤولين يقولون انه حتى رئيس الوزراء القادر عام قوت المسلح اللي يستطيع ان يدخل منطقة جرف الصخر فهذا واقع حال واهلها هجروا منها هجروا من بيوتهم ومزارعهم واراضيهم والان في يعني مهجرين في كل مكان نازحين ولا احد يسأل عنهم فالمهم محاولة خلق صورة كاذبة والدعاءة كاذبة مثل ما في سنجار دعوا انه هاليدهم يجب ان يعودوا وعادوا قضية كذب هذه مئات العوائل 183 الف مواطن سنجار لا يستطيعون العودة الى بيوت مخربة ومدمرة يعني هو قاعد بخيمة في معسكرات النزوح انت تقول له رح سد معسكر النزوح ارجع الى بيتك ارجع الى بيتك هو بيتك غير موجود لا خدمات موجودة البيت اساسا ما موجود والخدمات عموما لا شوارع لا مياه لا كذلك كل شيء كل شيء ما موجود يعني المطلوب من عنده ان يأتي بالخيمة التي كانت في في معسكرات النزوح يرفع حوية وضحها على كوم الحصى والحجر اللي باقي من بيتك يضحها انك ليسكن هناك هل هذا هو المطلوب هل هذا هو الحل والمصيبة الاكبر ان الامم المتحدة تشارك في هذه المأساة لان الامم المتحدة ممثل الامم المتحدة الممثل الخاص ومنسق المقيم الامم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق يقول ان يمتدح وزارة الهجرة ومتدح الاجراءات التي جرت ويكذب حتى تقارير الامم المتحدة نفس اللي يشتغل بها هو المنظمة التي يعمل فيها كتبة تقارير اكدت الحال المزري لل 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 للنازحين واكدت وجود اكثر من مليون وثلاثمئة الف نازح عراقي لحد الان وهذا يكذبهم بهذه الطريقة من اجل النجام من اجل المعروف فلذلك الامم المتحدة شريكة ايضا في هذا الخراب وزارة الهجرة ووزيرة الهجرة دوما تعلن انه عندنا موعد محدد رح نغلق كل الماسكرات النزوح طيب وين تدون الناس وين يروحون وين يروحون الناس انت عندما تعيد الناس الى مناطقها فيجب ان تسلمها مناطقها على الاقل سالمة على الاقل بها خدمات على قلبيوتهم على الاقل تعويضات يستطيعون ان يبنوا بيوتهم او يعمروا بيوتهم او هي تعمروها انتم تستطيعون ملموال كثيرة لم تفعلوا شيئا تعيدوهم فقط يعني ليبدأوا رحلة نزوح من معسكرات النزوح الى 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 النزوح في كل مكان لكي يتعرضوا لاخطار اكثر ومصائب اكثر هذا واقع العالم ميليشيات تدخل وتسرق وتوقف سيطرات وتبتز العالم وتأخذ منعتهم ويعرفون وتبتز الجميع من اجل تضرس مسيطرة على اراضي ومناطق معينة لنازحين في فترة من الفترات وصل عدد النازحين في العراق الى اكثر من ستة ملايين نازح والذين رجعوا الى بيوتهم متحملوا كل الضيم لحد الان في كثير من المناطق في الفلوجة في الرمادي في صلاح الدين في كثير حتى في الموصل بالموصل رجعوا الى الخراب خلاص وعندما رجع ورى فترة يرجع الى النزوح مرة اخرى الان كثير منعتهم في الشوارع هذا من يتحمل المسؤولية هذه الحلول التي التي يبيد الحكومة وبيد وزارة الهجرة والممتحدة تمدح وزارة الهجرة بسببها يعني قضية مأساة الحقيقة مأساة كبيرة وقصص وعروض اعلامية ملفقة يلفقون قصص كثيرة لكي تبدو الصورة وردية وهي صورة قاتمة مشوهة مؤذية مشوهة ومؤذية يعني لا يمكن قبولها انسانيا واخلاقيا ودينيا ووطنيا وكل شيء لا يمكن قبولها لكن هؤلاء لا تهمهم هذه فلذلك الحياة يعني ملايين الاطفال الحرمون من دراساتهم من مدارسهم كثيرين ماتوا بسبب الحاجة الى الدواء بسبب التعرض الى كثير من من القضايا المؤذية بالطبيعة برد وحر ورمال وتراب وكثير منهم لا احد يسعفهم ولم يسعفهم احد والآن يريدون ان يقضوا على البقية الباقية منهم بهذه الطريقة اكثر من مليون وثلاثمئة الف عراقي نازح يريدون ان يقضوا عليهم بهذه الطريقة فهم مقادرين يحصلون يعني لقمة يومهم ان تتريد حتى هذا المكان هذه الخيمة البائسة حتى هذه تمنحها من ادهم يعني هو حقيقة هم يعني متجمعين في هذه المعسكرات النزوح لكي يحموا انفسهم انت تريد توزعهم بالشوارع في المناطق لكي تصطادهم يصطادهم ما يصطادهم من ميليشيات الى عصابات الى مصائب كبيرة جدا في هذا البلد كيف يمكن هذا كيف يمكن تفسير هذا حقيقة هذه الرحلة النزوح العراقية رحلة مؤلمة لم تنتهي ولن تنتهي ما دامت هذه القوات تفكر بهذه الطريقة ما دامت هذه السلطات لا تفكر بالمواطن وتفكر وتفكر بشكل طائفي بشكل مصلحي بشكل كارثة كبيرة يكفي يكفي قليلا ومعيسة قليل كانوا يقولون كانوا يقولون بالأول خمس سنوات سسس سنوات بعد نو تجربة الآن بعد واحد وعشرين سنة من المعيب أن يتحدث أحدهم عن نظام سابق وعن فترة قصيرة وعن تجربة وعن لقهر العراقيين وكسر إرادتهم على الحياة معلسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم